بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله في إطار تفاعلنا مع مادة المصطلحات القانونية سوف أعرض عليكم اليوم محور جديد و تعلق بالقانون الجنهي شهراء محور جديد رفي محور جديد 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 aujourd'hui un nouveau chapitre relative au droit pénal donc le droit pénal dit aussi le droit criminel lorsqu'on parle droit pénal ou دواء كرمينال سي دو سينانيم فهوما مرادفيني إثنيني هوما وجهاني لعملتين واحدة دانك وصنس الثلاثة يل peutتر دفني كم إطان لنسانبل دراجل جوريدك پورو دنبان دان في معنى هو الضيق يمكنو تعريف القانون الجنائي أنو كل القواعد القانونية المتعلقة بي العقاب في حين التعريف الواسع يعكس مجموع التشريعات التي تندم تطبيق العقاب donc ici on va garder دو sens le sens restreint et le sens large المعنى الضيق والمعنى الواسع aussi le droit pénal est le droit d'infraction et celui de la réaction sociale qu'elle suscite c'est un droit qui incrimine qui sanction l'ensemble des comportements qui infect l'ordre social et au valour essentiel de la société القانون الجنائي l'ensemble l'ensemble des comportements parli text internation l'ensemble repressifs des différents états et dont tirer les conclusions l'ensemble 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 القانون الجنائي من الدراسات والعلوم القانونية الغاية منها والهدف من هذه الدراسة هي أولا الوقاية ثم زجر كل الجرائم وهذا الوقاية وهذا الزجر يتمثل ويتمخض عنها ثلاثة أقسام للقانون الجنائي فنتكلم عن القانون الجنائي العام والقانون الجنائي الخاص والمصراء الجنائية فما معنا القانون الجنائي العام qu'est-ce que c'est que le droit pénal général le droit pénal général il s'inspire de la théorie générale de l'infraction il reflète l'ensemble des règles de droit ayant pour objet la détermination des règles communes aux infractions et aux peines et qui leur sont applicables إذن القانون الجنائي العام هو منبطق عن النظرية العامة وهو يشكل مجموعة القواعد التي تهدف إلى وضع إطار عام للجريمة بالإضافة إلى الجزاءات التي توافق كل جريمة على حدة وهذا ما نجده في القانون الجنائي المغربي من خلال الفصل 1 إلى حدود الفصل 163 من القانون الجنائي كلها مبادئ عامة خاصة بالقانون الجنائي العام والتي تؤطر فيه المبادئ والأسس للجريمة والمبادئ والأسس للعقاب فيما يخص القانون الجنائي الخاص القانون الجنائي الخاص هو ما يشير إليه المجتدع المغربي من الفصل 163 إلى حدود الفصل 612 وذلك بدراسته دراسة دقيقة لكل جريمة على حدة وذلك من خلال تحديد الركن القانوني للجريمة للمون لغال للمون ماتغيال الركن المادي وللمون مغال الركن المعناوي أو القصد الجنائي إذن القانون الجنائي هو عبار عن كتالوج لكل الجرائم التي يعرفها المجتمع لذا فليس هو يعني هو كتالوج منحصر للمحصور 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 للمدن المدنية لا يوجد للمحصورة للجرائم في المدن المدنية إذن c'est un كتالوج للمحصورة للجرائم التي تتعلق بالمساة لأمن الدولة المساة للأشخاص أو المساة بأموال الأشخاص إلى غير ذلك كلها نجدها متضمنة في الفصول 163 إلى 612 وهذا ما نعبر عنه بالقانون الجنائي الخاص في حين المسطر الجنائي ما فائدة إذا كانت هناك نظرية عامة للجريمة ونظرية عامة للعقاب بالإضافة إلى أن المشرع وضع تحليل دقيق لبنية كل جريمة على حدة ما الفائدة من القانون الجنائي إذا لم يكن هناك تفعيل وتطبيق لمقتضيته من خلال المسطر الجنائي القانون الجنائي تنظم صلاحيات المحاكم وكيفية سيرورة المحاكمات بالإضافة إلى كيفية سيرورة البحث أو التحقيق إلى الحكم بالإضافة إلى جميع طرق الطعن إذن هذا كل ما يتعلق بهذه المقدمة الخفيفة التي خصناها للقانون الجناي إذن نحن بالنسبة لنا في هذا المحور هذا سوف نتناول فصلين اتنين الفصل الأول سوف نخصصه للجريمة والفصل الثاني سوف نخصصه لماذا؟ للعقل إذن الفصل الأول سيروا معي أولا كبيرا فصل الأول لنفخاكسيون بالفرنسية الجريمة إذن نحاول نحددون ونعرفون ونفهموا ما هي هذه الجريمة إنه للمشاكل إذن قبل أن نخود غمار النظرية العامة للجريمة واجب التذكير هنا إلى استخلاص مفهومين متكاملين وهو مفهوم التجريم والجريمة التجريم بالفرنسية l'incrimination والجريمة l'infraction l'incrimination هو التجريم هو اعتبار كل تصرف على أساس أنه تصرف إجرام أما الجريمة فهي التصرف نفسه الذي بموجبه يتم الإخلال بالقاعدة القانونية أي بصيغة أخرى يتم المثاث بالأمن القومي إذن بعد هذا التوضيح والتفريق بين التجريم والجريمة يمكننا الآن أن نبحث عن تعريف عام للجريمة إذن تعريف الجريمة سوف نستخلص أيضا تعريفين اثنين أولا تعريف شامل وعام وتعريف ضيق إذن فيما يخص تعريف العام أو الشامل فالجريمة هي كل مخالفة لنضامي العام هي كل تصرف إجراء في موجبه الإخلال بالنضامي العام donc dans le sens général l'infraction est tout à fait contraire à l'ordre public alors que dans le sens précis ou restreint c'est la notion juridique qui prime ainsi l'infraction est tout acte prévu par la loi pénale est sanctioné par elle إذن في المعنى الضيق للجريمة فالجريمة هي في مفهومها القانوني هي كل تصرف هي كل تصرف يفرض له القانون الجنائي عقابا كل تصرف يفرض له القانون الجنائي إذن هذا فيما يخص الشق النظري أو الفقهي للجريمة لنرى كيف أعرف المشرع المغربي الجريمة وذلك أكيد من خلال الفصل 110 من القانون الجنائي المغربي donc l'article 110 du code pénale marocain il définit l'infraction comme un acte ou une abstention contraire à la loi pénale et reprimi par elle إذن ينص الفصل 110 من القانون الجنائي المغربي على أن الجريمة هي كل عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي وهذا العمل أو الامتناع هو معاقب عليه بمقصد هذا القانون إذن الجريمة هي كل عمل أو امتناع act أو abstention مخالف للقانون contraire à la loi pénale et reprimi par elle ومعاقب عليه ماذا على من يعود الدمر على العمل أو امتناع بمقصد هذه الجريمة فيحدد التشريع الجنائي أفعال الإنسان التي يعدها جرائم بسبب ما تحدثه من اضطراب اجتماعي هنا نتكلم عن المساس بالسلم الاجتماعي في الفصل الأول ويوجب زجر مرتكبها بعقوبات أو تدابير وقائية إذن في الفصل 110 تكلمنا عن تصرف فهو فعل أو امتناع وهذا الفعل أو الامتناع هو معاقب عليه في الفصل الأول من القانون الجنائي نتكلم عن هذا الفعل أو الامتناع هو أنه كل تصرف للإنسان الذي بموجبه يحدث اضطرابا اجتماعيا داخل المجتمع إذن يخل بالنظام الاجتماعي دائر يجب بسيراتين أخرى فكل لا يمكننا أن نجرم أي تصرف إلا إذا كان هذا التصرف مخالف للقانون وبمقتدى نص قانوني هنا نتكلم عن مبدأ الشرعية لا يمكن الجريم ولا يمكن العقاب إلا بمقتدى نص قانوني مبدأ الشرعية إذن وهذا ما يوافق مقتدى الدستور وخصوصا الفصل 23 من الدستور حيث ينص هذا الفصل على أن لا يلقى القبض على أحد ولا يعتقل ولا يعاقب إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها الله يجلز يكون بخير هناك أن أكد على هذه الجوش فصول أرطلهم البال الفصل 23 من الدستور والفصل 110 من والفصل والفصل الأول من القانون الجنائي والفصل 23 أي أكيد من الدستور إذن هنا من خلال هذا التقديم للتعريف للجريمة وفق المنظومة القانونية المغربية ارتكزنا على الفصل 110 من القانون الجنائي والفصل الأول من القانون الجنائي بالإضافة إلى الفصل 23 من الدستور لألتقل بكم إلى محوال آخر أو فقرة أخرى وهي ما الفرق بين الجرم الجنائي والجرم المدني هل يوجد فرق بينهم؟ هل يوجد فرق؟ أكيد يوجد فرق لكن قبل التعريف يجب أن أرحل بكم إلى القانون الفرنسي حيث ينص إلى أن هناك معنى عام ومعنى خاص فيما يخص ألجرم Avant de définir le délit pénal et le délit civil il est à rappeler qu'en droit français le délit est un double sens ألجرم له معنى يين معنى عام ومعنى خاص فيما يخص المعنى العام Le délit est une infraction quelle que soit sa nature peut impotre sa gravité ou encore tout fait par la loi vol meurtre escroquerie qui est sanctionné par elle d'une peine pénale c'est le fait c'est la théorie de l'infraction en général إذن معنى الجرم أو الجرم في معنى وفق لقانون الفرنسي أو الفقه الفرنسي بالخصوص في معنى المعنى العام أنى الجرم بغض النظر على طبيعة أو مدى خطورة الفعل هي كل تصرف إجرامي كيف ما كانت هذه الطبيعة وكيف ما كانت درجة الخطورة مثالنا في ذلك السرقة القتل الضرب والجرح الاحتيال إلى غير ذلك فكل هذه التصرفات هي معاقبة عليها وفق القانون في حين المعنى الضيق للجرم هو ذاك التصرف المتوسط الخطورة والذي بموجبه يعاقب الشخص عقوبة جنحية أي سوف يتسلب له الحرية هذا السلب الحرية يسمى بحبس بالإضافة إلى غرمة نفرانحة سوف set بالإضافة De gravité moyenne Qui est punie d'une peine Correctionnelle C'est-à-dire une amende Et un emprisonnement Dans cette dernière exception Les délits s'opposent Aux infractions les plus graves Qui sont les crimes Et les moins graves Qui sont les contraventions C'est-à-dire une amende La amende La amende L'Evra C'est-à-dire une amende En ce qui est-à-dire Elle est-à-dire C'est-à-dire une amende وهذا ما يقوم بإمكاني المدينة والمدينة وأشير إلى أيضا يجب التأكيد على هذا الفرق ما بين الجرم الجنائي والجرم المدني إذن بعد طرح بفهوم الجرم في معناه الضيق ومعناه الواسع يمكننا الآن أن ندرس الفرق بين الجرم المدني والجرم الجنائي فحتى يتسنى لنا دراسة الفرق بين هذين الجرمين سوف نعتمد ثلاثة معايير سوف نعتمد ثلاثة معايير اللاوهيا الجزاء والإختصاص والتقادو لك pour bien aborder la différence entre le délit pénal et le délit civil on va se contenter de présenter trois critères à savoir la sanction, la compétence, la prescription je répète premièrement premier critère de distinction la sanction الجزاء deuxième critère la compétence الإختصاص troisième critère الثالث معايير c'est la prescription c'est simplement la victime الجنحة l'hommage et intérêt في حين الجرم المدني فهو من اختصاص المحاكم المدني c'est la prescription 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 la prescription c'est 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 la prescription ومدى تجاوبنا وتفاعلنا معهم داخل المدرجات شكرا وإلى الحصة القادمة في الأسبوع القادم إن شاء الله رحمة الرحيم أعزائي الطلبة لحفظ هذا البلد وجعله بلدا آمنا ومعافيا